المدينة الجميلة لقصر لقصر ومراسلنا ويعني زميلنا محمد توفيق في لقصر أهلي لقصر حيكون معاه رسالة مهمة جدا جدا نحب نسمحها مع حضرتكم مساء الخير يا كابتن هاني مساء الخير الزميلة سهام يعني تحياتي لك ولكل مشاهدين البيت الكبير في كل مكان ولكل وشاو جميل النادي الأهلي حول العالم يعني أنا معاكم من هنا من مدينة الأقصر وبالتحديد مدينة الطيبة الجديدة من داخل النادي الأهلي الأقصر يعني احنا هنا عشان نزفلك بشرة ومفاجأة لكل أشياء وجمهير النادي الأهلي في كل مكان أيام قليلة إن شاء الله ويتم افتتاح النادي الأهلي الأقصر يمكن دوت طبعا زي ما بنقول ضمن إنجازات أو إنجاز جديد يضاف للشراكة ما بين الكيان الكبير العظيم النادي الأهلي والشركة الوطنية العظيمة شركة استادات ضمن الشراكة الاقتصادية والوحدة الاقتصادية ما بين الكيانين الكبار ضمن رؤية عشرين خمسة واربعين يعني زي ما كان فيه إنجازات قبل كده للشراكة دي ما بين الأهلي واستادات سواء استاد الأهلي والسلام وكمان أكثر من إنجاز يضاف إنجاز جديد نادي الأهلي الأقصر يعني فيه بادرة كبيرة ومهمة جدا لجمهور النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي خاصة هنا في سعيد مصر كابتن هاني 114 سنة يعني احتاجهم نسر النادي الأهلي عشان يحلق من العاصمة الحالية القاهرة ومكر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة عشان يوصل لعاصمة مصر فيه عصور مقابلة تاريخ والعصور القديمة مدينة الأقصر أو زي ما بنقول طيبة بالتحديد خلال 114 سنة يعني استطاع نسر النادي الأهلي التحليق واقتناص جميع البطولات اللي دخل النادي الأهلي ونافس عليها وكمان يعني زي ما بنقول يعني السيطرة على قلوب كله وعشراك قرط القدم سواء في مصر والوطن العربي الكبير وجميع عن حق العالم كطبعه دايما النادي الأهلي كبير وعظيم ودايما بيعمل الجديد والكتير اللي محبينه وعشراكه ودوت ان شاء الله بيتوغ خلال الأيام القليلة المقبلة وافتتاح الأهلي الأكثر زي ما قلنا يعني شكي شركة شركة عظيمة بين كيان كبير النادي الأهلي وشركة استادات ان شاء الله يكون فيه إنجازات كمان من خلال رؤية 20-45 بين الكيانين الكبيرين كابتن هاي ممكن كان لها الشرف كمان ان كنت متواجد منذ أشهر قليلة هنا أثناء تواجد الأعضاء الجدد هنا بالنادي الأهلي الأكثر يمكن يعني احساس بالفخر الشديد جدا ان أهالي الصعيد هنا موجودين داخل النادي الأهلي والنادي الأهلي موجود هنا زي ما بقول يعني عائلة النادي الأهلي زي ما أعكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عائلة النادي الأهلي وبرنامج عائلة النادي الأهلي اعتقد ان عائلة النادي الأهلي كل يوم بتكبر وبتزيد كمان لتشمل أهل الصعيد هنا يمكن لما التقب بالأعضاء واتكلمت معهم مش بس مقتصرين على أهل لمحافظة الأوسل لا يعني يعني معظم المحافظات القريبة هنا كانت حريصة انها تعمل عضويات وتكون موجودة في الكيان الكبير والعظيم اللي زي ما بقول بيضم كل أحباؤه في جميع أنحاء المعمورة يمكن المحافظات القريبة هنا سهاج أسوان كل أهل الصعيدżenie جمال يعني كانوا حرصين أنهم يعاملون عضويات في النادي الأهلي لينضموا لعائلة النادي الأهلي والكيان الكبير ان شاء الله يعني بنوعاد كل أشياء وجمهور النادي الأهلي خلال أيام قليلة هيشوفوا أداء أكثر من راعة زي ما دائما النادي الأهلي معود كل جمهوره وكل أعضاؤه النادي الأهلي في الأكثر هيكون إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي اللي بيوصل لأبعد مدى في مصر وان شاء الله في كل أنحاء العالم بفضل نادي الأهلي دائما رقم واحد الكلمة هي كابتن هاني والضيوف الكرام احنا بنشكرك جدا جدا يا محمد بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد على هذه الرسالة الرائعة اعتقد رسالة تفرح كل جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي شوفنا أهلي لقصر تقدر طول أهلي لقصر تقدر طول أهلي طيبة كلنا بنحب لقصر وخلينا نتكلم على أهمية الشراقة مع شركة استادات الوطنية اعتقد بتقوم بدور أكثر من رائع مع النادي الأهلي شراقة على مستوى عالي جدا بعد إنجاز طبعا استاد السلام والأهلي وكمان تجديد هذه القناة بتطور غير معهود شركة استادات الوطنية مع النادي الأهلي عاملين دوت وكده بلغة القرى اعتقد ماشي بإنجازات رائعة وزي ما محمد توفيق بيقول لنا فرح كمان أهالي الصعيد وده مهم جدا نحن نسر النادي الأهلي رفرة بفوق الصعيد وأهالي الصعيد كتير جدا جدا من المشاريع والإدارة حتى السياسية دلوقتي مهتمة بالصعيد اللي كانت فترات طويلة كنا غايبين عنهم النادي الأهلي مع شركة استادات الوطنية بتقدم لنا نموذج أكثر من رائع يا سيهم على هذه الشراقة الرائعة ودي خطوة أولى دي مش لسه في خطوات تانية لكن كان مهم جدا وجود الأهلي في منطقة أعتقد كل الناس هناك أهلوية بشكل كبير جدا وفرحة أهالي الصعيد بأهلي الأقصر أكيد إن شاء الله تنعكس بقى على باقي محافظات مصر إن شاء الله